يا قراطوب اللي حصل ده دايقني جدا 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 ألا كمان متدائق أهو يا سيف كويس إن انت كمان متدائق مش أنا متدائق لوحدي حقيقي اللي بيقوله سعيد ده ممي كتباله كل حاجة باسمه أنا بيتش عارف هتعمل معاه انصحني يا سيف قولي أعمل معاه إيه تا ممكن تكون فاهم سعيد أكتر مني هتعمل معاه إزاي تاتي إيه زي ما بقولك كده دكتور نبي تاتي اللي عند بيجيب عنده وتنشيف دماغ فإحنا نعمل إيه تاتي لحد ما ريح تعدي وبعدها خد ودي ليه الكلام اللي انت بتقولولي ده أنا رجل دايريكت بحب أكون واضح أنا ما بعرفش أعمل الحاجات اللي انت بتعملوها دي أبسطها لك يا دايريكت أحوك سعيد هو اللي راكب وماسك اللي جام وبيجري زي الرهوان وما حدش فيكم هيعرف يحصله يبقى إحنا نعمل إيه نشغل دماغنا ونزاك نركب وراك وواحدة واحدة ناخد اللي إحنا عايزينه بعد اللي حصل دا أنا مش هبقى عارف هتعمل معاه ما تقلقش صدقني هينسى الحاج سعيد قلبه أبيض زي البفتة البيضة وحينسى بسهولة بس انت خلي كده نيتك صافية وقلبك طيب واطلب منه اللي انت عايزه واحدة واحدة صدقني يا دكتور نبيه كلمة الحلوة بتلاقينا الحاجة خليك معايا هتكسب خش برجلك اليمين بسم الله بسم الله الله أكبر والله الواحد مش عارف هياكل إيه ولا إيه طب أعود أعود وسمي يا أخي أعود إيه يا بيت وسمي إيه ما تبيش غشيمة الأكل ليلة الدخلة خطر على العريس اللهم صلي على النابي يا وكلنا على الله يا رب يا رب اللي هو من عندك يا رب قدل ما قولك إيه انت لو جاي بيز عبيب أمشير بتاعتك انا مش فيقلك خالص لا انا مش جاي لك بايز عبيبك انا جاي عشان نقعد نتصافها ونتفق غير مشاكل مهما كان برضو إحنا أخوات ليد كلام الحلو ده نتصافها ومهما كان إحنا أخوات كلام جميل أنا خلاص قررت إن أنا أسافر ومحتاج فلوس طبعا شو